ويفكر ويفكر ثم قال لا بأس أن يقبل الشاب الفتاة الولد يقبل سحبط في الجمعة أو زملت في الشغل عادي لا بأس بهذا لأن الشباب فيهم طاقة وعندهم كبت ويحتاجون إلى تنفيس وهذا الذنب من اللمم من الذنوب الصغيرة هذه فتوى يا عباد الله إن لم يكن أصحاب هذا الكلام من الرويبضة فمن؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العام آخر سألوه سؤال اتصال يا شيخ عندي ألم في العمود الفقري أعمل إيه؟ قال له سهلة كل يوم بعدما تصلي الفجر يقول الجبار 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 مئة مرة تخف ده شيخ ولا مجبراتي؟ ده كلام ده فتوى يعني وإذني بتوجعني أقول السامية 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 يعني بتوجعني أقول البصير 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 مئة مرة مرات مغلباني المنتقم المنتقم مئة مرة ده كلام يا أمة هذه فتاوي هذه فتاوي ذوات بلاوي سبحان الله العظيم آخر قال التدخين لا يفسد الصيام شرب السجاير ما يفسدش الصيام ليه يا عم الشيخ هوى هوى ده هوى هوى زي النفس امرأة حتى الحليم دخلنا في الموضوع امرأة قالت إن الإسلام ظلم المرأة قال لها الصحفي طب ليه بتقولي كده؟ قالت سمح الإسلام وللرجل أن يجمع بين أربع زوجات ولم يأذن في هذا المرأة فين المساواة؟ يعني ساعتك عايزة إيه؟ عايزة المرأة تجمع بين اتنين الرجال تتجوز أربع رجال في وقت واحد هي المشكلة؟ فالراجل الصحفي المحترم قال لها طب الولد لو حبلت ينسب لمن؟ لو حملت ينسب ما في بطنها لمن؟ ما هو كده مقال ليه أربعة قلت له صعبة دي يا أخويا يكتب باسم أمه يلا عندنا حل لكل حاجة ده الاجتهاد ده التجديد ده الفقه العصري ولا حول ولا قوة إلا بالله رابع